السلام عليكم وإياكم اكاديمي ديبتور كيس وياثر محمد ورح نشرح محاضرات اليوم البيولوجي المادة المرحلة اولى وفلية الصيدلة وغداد الاهلية رح نشرح المحاضرة الستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشر ان شاء الله واختياركم ان شاء الله رح ننزل المحاضرة يا اما الاولى يا اما الثانية يا اما الثالثة يا اما الرابعة يا اما الخامسة يعني حسب الصعبة اللي اعتكم يا محاضرة صعبة باختياركم ان شاء الله رح ننزلها خلال اليومين ومقبلين لكن يوم ان شاء الله راح ننزل لكم الستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة تقريبا هي نصف الماده هي هاي محاضرات تمام زينا فأول شغل نحن كان من نحن جعله سيستيم السيكليتر السيستيم اللي هو شنو اللي هو جهاز الدورة جهاز الدورة من عمقتي احنا منصف الثالف متوسط مين دي يتكون من بلاد و بلاد فازل والهارت يعني القلب والشرائين والأوردة والده تمام فهي ستحدي لك قدك سيكليتر السيستيم مين يتكون من بلاد بلاد فازل و هارت اوكي اوكي زينا هاي هاي الفازلس او هاي النتورك هاي الشفكة شنو بايداتها نيش عندي السيكليتر السيستيم هاي السيكليتر السيستيم هو جهاز الناقض او الجهاز اللي وصل بحيث هو شنو وين يوصل الاوكسجين والأضر والنيوترنت الصورة عم وين لبقيت ازاج جسم تمام ويلم شكو ويلمل النسيسري ويستو بردك يعني شنو النسيسري ويستو بردك يعني انت مو سوى ميتابوليك انت خلائماتك مؤدها عملية ميتابوليزم هاي الامور هاي الميتابوليزم يشبيه حساعدك ويستو بردك فوش تدام شي يسوي يجي يلم هاي الويستو بردك تمام تمام السيكليتر السيستيماتك رح يكون بتكون من سفرات بارت شنه ينسب ربارت الهارت والارتري والبين والكفدري تمام زيح نجح سوى احده واحده بالنسبه للهارت مالتي فهو المسكولر اوغان مين نقول لك مسكولر اوغان يعني عضو عضلي زيح هو ليش عضو عضلي ها مهو وظيفته ضخ الضخ يحتاج قوة يحتاج شنو يحتاج التقلص يحتاج انبساط التقلص والانبساط مرح نشوفه رح نشوفه بالمسكولر تمام بانت خاف تنسى الهارت انه هو عضو عضلي يذكر انه الهارت يحتاج التقلص من بساطة حتى يسوي وظيفته وبالتالي معناها شنو معناها انه هو عضلي ليش يعني عضو يتتقلص وتنبسط فشي يقول لك يقول لك انه هو المسكولر اوغان ووركس دوبام بلاد تمام زيح وان يدفع الدم ثرو اوت او يور بادي عن طريق شنو عن طريق نتورك اوف بلاد بازلس تمام تمام بعد ايش يقول لك قل لك الارتري اهم نقطة بكيمة الارتري هي سيكولر ليش؟ لان هاي رح تعتبر مميزة تماما عن البنز يعني حتى بحياتكم العملية مستقبلية ان شاء الله خصوصا تخدم الفارميكولوجي هم رح يقول لك انه مثلا نستخدم البنز من استخدم الارتري ونستخدم الارتري من استخدم البنز ليش؟ لان الارتري هي سيكولر بلاد بازلس يعني جداماته يكون يكون اذخن ليش هو جداماته يكون اذخن؟ ها مثلا خنا نقول لهارت ضخكمية الدم شبيرة يعني كمية دم شبيرة وبسرعة عالية هايش يحتاج يحتاج ان الجدار او خنقول العنبوب لي يستقل البلاد اللي يضخ الدم بكمية شبيرة يحتاج ان يكون جدارة يكون سخية ليش? حتى يتحمل قوة الصدمة اللي يصب بين الجزائات من البلاد والجدار لذلك الارتري يكون تكون حتى يتحمل, مثلا بقعة سيخ بالاياتي وبالتري من يضخة دمش كمية دم شبيرة حتى يتحمل كمية البلد اللي موجودة فش يقولك، كولك ؛ بلد فزول شي يشير هذا الشي يشير اوكسوجيونيت بلد انتبه هو اللي اوكسوجيونيت بلد يعني شنو يعني الدم اللي يحتوي على الاكسجين بعدين شنو يقولك الببنز بلد فزول كري ودي اوكسوجيونيتد اكيد لماذا؟ لان الببن هو واضفة يلم فمن راح يلم مش راح يلم، خمع يلم اوكسجين دم مؤكسج لا دم غير مؤكسج دم مستخدم حتى يرد يوديه للung خلي هذا الدم يصير مرة ثانية ويرجع الدم يصير مرة ثانية في البنز بصورة عمش يساوي الشي يديه ويرجيه ويرجيه اللي هارت مالكنا بالنسبه للكابيلاري كيف وضيفتها فهي الكابيلاري هي فاستحيلاتي اكسيجيني يعني شو ما نحن حاليحش الكابيلاري هي خننقول فيزلز صغار كلش بحيث انه هي طب بين الاعباء توصل للخلايب فعن طريقه يصل الى اكسجين يعني ست عندك اكو ارتري يصل ما بين الخلية و ما بين البازل الارتريات كبار متوصل للخلية فش يحتاجين ان يحتاج الى نظام ادق يحتاج الى جزء اصغر حتى يوصل للخلية حتى يصبح عندي عملية تمام فانش عندي عندي كابلاري كابلاري شبهه اكسجين و اكسجين و اكسجين و اكسجين طبعا اكسجين و نيوترنت و كل هالأمور بس الفكرة الاساسية اقول لكم ان الكابلاري هي اللي يحصر بها عن طريقة عملية التبادل ليش دان هي حجمها صغير وتوصل للخلية بينما مثلا الارتري حجمها تشبه ما توصل للخلية تمام زيب فهيس اصارت تشعدك صحيح عندك اربع مصطلحات اساسية عندك الهارت والارتري والبين والكابلاري حلو حلو زيب الهارتشن وضيفته باما بلد الارتري شي وضيفته كاري اكسجين ايتي بلد و الشي يكون مميزته انه هو ثق يقول الهارتشن وضيفته انه هو الشي وضيفته انه هو يشي الديو اكسجين ايتي بلد وش يسوي يرجع الهارتشن وضيفته انه هو فاصلتاتي تشينج اي اكسجين شنو شباب فاصلتاتي تشينج اي اكسجين تمام تمام زيب بعدين اوجيه شي يقولك وراها وانت عندك مجموعة من المتعم سيلي هش هي الارتري هو الشيء الدم من الجسم من الهارت وودي بقية عضاة جسم ذاك الشي يقول لك شنو موفز بلاد اوي يعني بعيدا عن الهارت يشين هو اصلا ياخذ الدم من الهارت وودي بقية عضاة جسم بينما هسته بالعقل من المنطق الفين شي يسوي اكيد يقرب منه يقرب الدم من الهارت مش يقول لك يقول لك موفز بلاد تورد الهارت وصل الفكرة زي الكارديوك يعني هارت من بينها او related to the heart كذلك يعني الضيBolminary vein يعني neurolog كري new brothers يعني كارديوك الععلى والعلاق بالكارديو يعني الفكرة الآسي وبس ارد اتف一次 لكم المصطلح فآن واي احتاج احفظ كارديوك على الهارت لك مثلي كارديوك أو علىد friend لا يعني اسمي يعني منطقي اتصفني لله petites من اي واحد يقول كارديوك "-ارتهية حلي ويتصفني ؟ تولي العبد عنiesen هارتة Well missionports لا تقدروون يعني او تحبون تنضمون فهي اهلي مع بكم وراشة عدنا وراشة عدنا الايورته طبعا الايورته شنه هو major artery that carry blood to the systemic circulatory system تمام زين الايورته شنه هو هو major artery الشي سوي هذا major artery الشي دل اوكي الكابلة ارى شنه هو small blood vassel عشة جلتكم الكابلة حجمها صغير بحيث توصل شنو توصل ما بين الخلايا حتى يصل التبادي ما بينه و ما بين الخلائي أو ما بينه و ما بين التشونا بصورة عام ماذا يقول لك شي سوي Neutral Exchange هاي عدنا معلومة عالية إن الكابلرة شي سوي Neutral Exchange فهي يقول لك الكابلرة شنو وظيفتها شنو فانكشنالتها يابا شباب الكابلرة فانكشنالتها راح تكون Neutral Exchange ما يحتاج راح للقابة الأترم شنو وظيفتها الأترم هو Average Chart ما الHeart Average Chamber ما الHeart والVentricle راح يكون Lower Chamber ما الHeart شو معنا هاي لحد شو شوف الHeart بصور عام ما انا اخذها الي قدام سأنا احب اوضحك و ما احتلونتوا قبل انفسكم الHeart خلني قول هذا الرسم ما انا طعن نقولش فغشير بالرسم اكي زين فعنت خلني قول هذا الHeart هاي منطقة فوقش اسمها اسمها Atrium اوكي هي مقسمة طبعا الى اثنين طبعا Right و Left ومنطقة جوش اسمها اسمها Ventricle وهم شنو وهم مقسمة الى Right and Left اوكي زين تمام وصلت الفكرة بس كل منطقة نهاية يعني بكل حسا هاي Right Atrium سموها Chumper هاي شو سموها Chumper هاي Chumper هاي Chumper فاذاكي شو يقولك الHeart الHeart يحتوي على اربع Chumper تمام اوكي فاذاكي ناشقال اللي قالك الHeart هو Upper Chumper of the Heart Ventricle هو Lower Chumper Lower Chumper ما للHeart زين نرجع كما شو وراها شي يقولك يقولك انت عندك الHeart سنحكي علي يقولك الHeart ما مصنوع مصنوع Cardiac Muscle Tissue اوكي تذكرون انت شو نقول نقول نحن النسيجة العضلي اوكي اللي بس موجود وين اللي موجود بس بالمصر هذا من اخذ نواع الانسجاب الثاني يا ثاني سوريح من اخذ نواع الانسجاب الثاني ها شو نشو نقول النسيجة العضلي اوكي اللي موجود بس بالعضلة القلب فاذاكي شي يقولك يقولك وSpecialize Cardiac Muscle تشو ما يسمح لها يسمح لها انه يضخ البلد within the circulatory system هاي مرة ثاني مرة علينا هاي الكلمة راح اقولك بس اسبر لي عليها بس شوية اسبر كل شي مريض من عندك اوكي مزع راجع يلقائلك هسا نشي قدنا المعلمة الاساسية الHeart ما مصنوع من Specialized Cardiac Muscle Tissue Specialized Cardiac Muscle Tissue يعني هو النوع خاص بالHeart اوكي مزع بعدين شي يقولك يقولك انه Human Heart ما مقسم 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 ل 4 Chumper احنا حتشي ناحنا بداكم من الرسل من الرأس اقوله شوية انه Human Heart مقسم 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 ل 4 Chumper زين there are one Atrium one Ventricle هاي تقولي زين ياصر شلون انه اربا عدا عندك one Atrium one Ventricle اقولك مول Atrium نفسه مقسم الى Right ولا Left والVentricle مقسم الى شنو مقسم الى Right ولا Left تمام فاشقال اللي قالك on each side of the heart يعني شنو معنها الRight والLeft اوكي يضخ الدم يعني حافظة اخلي في بالي انه Atrium شي ساوي يستلم دم بينما Ventricle شي ساوي يضخ الدم احا تقولي زين ياصر تسألك سؤال واحد ليش اكريت وكلت اقولك تستعجي على رزقك بس انطين مجال عليك هستتركز وتفضل الى دا اقولك احاكي فاشاعدك التاسعة عندك Heart الHeart ما مصنوع الكاردك ما نصلت الشو هادك هادك ما نصلت الشو شي ساوي يخلي الHeart يقدر يضخ الدم مطم بلاد تمام زين الHeart قد مقسم مقسم الى اربح تشامبر انتك 1 Atrium و 1 Ventricle زين بعدين الشي يقولك الHeumon Circulator System ماذا متكون متكون من ملياري سيركيط سيستيميك سيركيط كوروناري سيركيط اخيرا مصنك من السيركيط دورة الدموية اكو ثلاثة انواع من عندها تمام اكو الدورة الرياوية اكو دورة السيستيميك يعني لست اسمها بالعربي ماذا تذكرنا اسمه العربي و عندنا كوروناري كل واحدة من هذا لدينا وظائف شلون يعني باعلي عسى تعدك الHeart اوكي هذا الHeart يسوي طبعا هذا هذا مو هارت هذا كان بومي اوكي مهم غير سؤالية اجي 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 الVentricle هنا ضخ الدم مارتك بامو بلد من ضخ الدم اين ضخ الدم ضخ الدم الى اجزاء الجسم تمام عملية ضخ الدم الى اجزاء الجسم اسمها شنو اسمها Systemic Circulator ذاك الشي يقول لك يقول لك انو انت ضخ الدم من الHeart الى شنو The Rest Of The Body مش رح نسميها رح نسميها Systemic Circuit اوكي هاي نقطة الاساسية الاولى تمام هاي خلاصنا من عائدها اوكي وصلت هسى Systemic Circuit شنو هو الدورة الدموية اللى الدم دا يوصل بها او دا ينضخ بها الى اوين الى The Rest Of The Body هاي خلاصنا من عائدها اوكي مزين خلاصنا نقول الفين اجب امان الله لمة الجسمة لمة البلد من بقية ازاء الجسم ورجع للهارت زين نرجع للهارت انا شريت هسى انا عندي دم بالهارت وهذا الهارت الدم شبي بالهارت هذا الدم اللى موجود بالهارت هو دي اوكسجينيت هو دي اوكسجينيت تمام زين اذا هو دي اوكسجينيت انا ش احتاجه بالاصل انا غير حتاجه اوكسجينيت ما احتاجه اصلا ما ش اصوي راح اضخ الدموين اود الدم للنك تمام عملية ضخ الدم للنك ش اسمها اسمها بو دم sonra بو دم بو دم بو دم اوكسجينيت قرار ය تتعرف الهارت هو مصول اذا الهارت مصول غير يحتاج الدم غير حتى يعني عملية التغذية كلها يعني الاتبو هاي امور كلها فش يحتاج يحتاج دورة تغذيه الدورة اللي يتغذي الهارت اسمه كوروناري سيركت فساش عندنا ثلاثة بويميناري والسيستميك و كوروناري بويميناري شي يسوي تودى الدم للهارت تودى الهارت لللونج تمام السيستميك وين تودى الدم تودى الدم للرس of the body الكوروناري شنو هي اللي تغذي الهارت زين نجي وراها نحكي على شنو نجي نحكي على الهارت وبالنسبة للهارت وال ما دوخكم به ديش شوف شباب انت رحت اخذ توقع ببتر مواخد كلمة الابي معناها فوق ومعناها خارج خلني قول زين وكلمة اللي عندو معناها داخل تمام زين بالهارت التجد عندك 3 طبقات فالطبقة الاولى شنو هي اللي فوق شرح اسميها رح اسميها ابي الطبقة الاخيرة شرح اسميها الاخيرة اندو بعثوار هي الداخلية الطبقة الوسطة شرح اسميها رح اسميها مايوكارديوم فعندما حفظت هسه انت اصلا يعني اصلا حافظها او اراد يحافظها The artery layer of the heart يعني الهارت ومن تجد القسمه القسمه يكون 3 layer اللي هي الابيكارديوم اوكي اللي هي الاوتر لير مايحتاج أن نحفظ ان الابيكارديوم هي الاوتر لير ليش لانة يعرف ان كلمة ابي هي شنوية معناها هي الخارج مايوكارديوم شنو؟ المسكولر لير عندي عنده كارديوم شنو هو هو الهارت انر موست شنو هو الهارت انر موست يعني هي الطبقة الداخلية وصلت وصلت امان اي احد عنده سؤال يقدر يرأس سني هاي معرفة القناة مرة ثان ينضموا الهارت شنو هو الهارت شنو يقول لك من قومي اربعة شنو نسي حار يرجع عدنية حسبا حسا قل لكم من حشوانا قلت لكم قبل شوي قال انو الاترية هي left و right الاترية شنو التليقل شنو وِذِلَفة وَاش فعالا تو قدر راح ايكوني الكافيتي بداخله كافتي الداخلية كانت اكيد انerk Link طبعوا علىية هناacey هو حسا سيط هاي الاتريام وهي الفنتريكل هاي الاتريام وهي فانتريكل هاي الارات لوكو حرة التليفت حيلا انو وقت الداخلي داخلي هارت ها تجو في داخل من كوانه كوانه فورد شامبر شو يقولك فورد شامبر play an important role on circulation ليش بمهجة وظيفة الأساسية هو اللي يسلم هو اللي يستلم يعني شو هو اللي يسلم و يستلم ياسر راح اقولك هسا تشعدك عدك العترية العترية هي اللي تستلم رسيف بلد مين من الفين بينما الفنترقل هو اللي يسلم يسلم شنو يسلم البلد سواء البوميارية او لعزاء الجسم اختلاف الدور الدموية فوظيفة الاتريون هوا سلم واستلم تمام اللي يسلم منوه عافوا اللي يستلم منوه اللي يستلم هو الاتريون واللي يسلم منوه هو الفنترقل العتريون يستلم الدم من أعضاء الجسم المختلفة والفنترقل يود الدم لعضاء الجسم المختلفة فعدけ يا شو يقولك تقولك لأن الفنترقل تعمل تعمل حسنا لusting والضاء matching Ir 에 ايض غير Regardless their my ward are thicker than those of the our المايوكارديام هي الطبقة شنو هي الطبقة المسولa الشكولا هاي الطبقة العضليا، هي اللي راح تميز ال pandriaientم شلون يعني شوف بني بنجوني في حصون راح وشوفون انو بال ventricle هاي الطبقة العضليا ستكون thicker للياش لان Marvel german Fabricle هو قاعد يضخ، هو اللي قاعد يزوض بوم هو اللي قاعد يضخ الدم تمام، وجل بميان ما العتريام بيستنم لا يزوخ ديستلم هو حتى درخ درخ دخل يعني يعني هنقول ما يحتاج قوة تمام بس الفكرة الاساسي انه هو الاعتريام هو من اسمه ديستلم يعني الاسسلم هو ياخد دن من البلد اوك مهم المهم من البلد فصل بيتم بينما البنتريكل لا البنتريكل هو قاعد يسوي بمبنج اكتفتي لا يمكن يسوي بمبنج اكتفتي يعني شنو معناه معناه انه هو يحتاج انه طبقة عظيمة تكون ثكر حتى يؤدي الوظيفة بشكل افضل فشي يقول لك بلك If their myocardial layer are thicker than those of the arterial. بعدين مراحش يحشي على شنو راح يحشي على Blood and Blood Vessels فاش يقولك يقولك Blood from the heart is pumped throughout the body using Blood Vessels هذا الشي طبيعي البلد Vessels هي الأنابيب اللي تمتد من الهارد للبادي حتى شنو وصل الدم إليها أرتري شي سوي تحمل Blood away from the heart and into capillary providing شنو Oxygen and other nutrients to the tissue and cells Once Oxygen is removed مجرد الأوكسجين يصبح يرمو The blood will travel back to the lungs يعني هساية مديهيات أهل ساعة نحشي به Where it is reoxygenated and returned by the vein to the heart نفس الحال حيث بديهات الأساسية من هاي ثلاثة أسطر وياني ما يحتاج أدرك أصلا بس مجرد أطلع عليها طلاع أو أمشي شنية أول شيء البلد شي يسوي يطلع من الهارد للبادي عن طريق شنو عن طريقة Blood Vessels أول شيء منو حيشير الدم حيشير الدم هو Artery carry blood away from the heart into the capillaries جيد اوكي قلنا نقول وصل الارتري اللي يحتوي وصل الارتري للكابلاري قالها لي الشسمة نشطة الكابلاري انطاها الأوكسجينياتي بلد الأوكسجينياتي بلد سويت الكابلاري الكابلاري أخذت الأوكسجينياتي بلد وراحت للخلايا صارت شنو عندك صارت عندك عمليات تبادن بمجرد ما صارت عندك عمليات تبادن شنو عمليات تبادن يعني كابلاري انطاها الأوكسجينياتي بلد المنة للتوشو والسل واخذت شنو واخذت الديوكسجينياتي بلد ش رح يسوي رح يرجع عندك الدم وين للهارت عن طريق شنو عن طريق الفين مزين اكف الصورة يشوف لكم ايها دقيقا اوكي شوفوا هي هاي الفكرة الاساسية هذا هو الارتري اوكي رح يجي شو سوي شاي الاوكسجينياتي بلد رح unlocking رح يرح بارة كابلاري هولئى هايقابلاري هنا هاذا اكوا تشو هذا هو خلائي سوف أحصر عمليات التبادل اللحظة الش conteú jardقم تحوس من لون احمر الي ازرق ليش وين سوف احصل للفينيون يعني هنا حصر عمليات التبادل يعني كأنما كأنما بالضبط بتضبط يسعدك هذا ارتري وهاذا عندك شنوه وهذا عندك الفين اوكي ها عندك كابلاري اوكي زيان هناش عندك هنا عندك خلية هناش عيسا عندك انتبو بس انتبولي شوية رح يجي الارثري هنا ينطي البلاد بالكابلاري يفوتي البلاد رح يوصل البلاد هنا شيسه ويوقف يبدل محتوياته اوكي ويروح وين يروح عن طريق كابلاري ويطب وين يطب للفين حتى شنو حتى يرجع للهارث اوكي هاي مختصرة هاي الشغله الاساسيه اللي دستيار عندك مزعين مزعين نرجع نكمل اسه انه شو يقولك او الشهو يسمى البيوت او الري اوكسجينيي تيد او الري اوكسجيني تيد وين حيرجع حيرجع وين؟ حيرجع للهارث اوكي عن طريق شنو عن طريق البين مزعين مزعين الاشي يقولك يعني الارتري الرئيسي مع السيستميك سيركيط هو الايورتي يعني الفكرة الاساسية هسا انت تشوفها سنتبه عليها انت من حد الفنتركة ومن حنا رح يضخ الدم عن طريق الايورتي يعني اختار الايورتي هو شنو هو البرانش الاساسي اللي يخرج الدم المؤكسج من عندوين الى الريست اوف دبادي والايورتي وراها رح يتفرع فش يقول لك the main artery the main artery الارتري الرئيسي مع السيستميك سيركيط هو منو هو الايورتي خليها في بالي ممكن تجينك امسكيو ممكن تجينك اصح الخطر the main artery or the systemic circuit منو هو ايه عفل الايورتي كفو ازين لا تحكي علي ايه حاجة تحكي علي اذا اضربط لك المادة ازين الارتري عن دير فانكشن اشعندك انت عندك الارتري الارتري شي سوي شي ضي البلد شنو او اي فروم ده هارت او ايه فروم ده هارت هاذ الارت الي نفسش بمقسمة ثلاث طبقات عكيه هاز احنا اشتار عندنا شنو نفع عندنا شية شغلتها مقسمة ثلاث طبقات الارت وقلت لكم انه ما يحتاج تحفظوها ليش لان هي ابي ومايو وعندو على مصطلحات ما تترمو يعني ما مفايت مشكلة ما يحتاج انه قعد ادرخي لان هي مبينة هي ابي ومايو وش اسمه ومايو وعندو الارت الي نفس الحاله بس الارت الي شنو سافت ايه انه راح يضيفها كمه تونيكي اوكي فانتبوا كمه انتيمة ان يعني شنو يعني شنو داخلي فش يقول لك انار فالتونيكة انتيمة معنى شنو طبقه الداخلي تونيكة ميديا ميدل وصل يعني شنو معنى يعني طبقه وسطي اوكي تونيكة اكسترنال خارج اكسترنال تمام؟ مثلا.. 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 مثلا .. مسلاً.. مثلا .. مثلا.. هنا جبك تردتونيكا .. معنا.. ماهي معناه هو.. آتر .. فانت .. قارادي بالأرض مستحفوه.. هي من المصطلحات اتبانيه .. في الامتحان .. إذا جابتك في المصطلحات الاساسية.. هي تبانيه. طيبنا نجي نشوف.. شنو ميز كل طبقة.. شو يقول لم تردتونيكا ميديا هي .. هذه ممكن يمسكي وماهي الخطير .. tribunal .. مقاوضي مصنوعات is made up of smooth muscle that change the size of the artery to regulate the blood flow اها شو معين هاي اللي حتشو علي انو شوف ها ستبهولي ها ستشو عندك انت خاني نقول عندك هذا الفزل هاياته وهذا الهارت تمام الهارت بهاي الضخة بهاي خاني نقول بهاي الضخة خاني نقول بهاي الضخة سوي ضخ كمية الدن اكبر من الطبيعي كمية الدن اكبر من الطبيعي الهارتري مثلا هذا هو قطرة صغيرة اللي هو متعود علي كل مرة يفوت الدم هالمرة اذا الهارت ضخ دم اكبر شون بالله يعني هارت ما يستوعبه لا لازم الهارتري هم يستوعبه تمام فالهارتري الشيح يسوي مجرد ما الهارت ضخ دم كمية الدم اكبر الهارتري من حيستقبل كمية الدم حييتوسع هذا التغيير هذا التغيير بالsize من الهارتري من المسؤول عليه المسؤول عليه هو التونيكا ميديا تمام فش يقول لك يقول لك عفو ايه فش يقول لك يقول لك انه الهارتري يصبح لك من المسؤول عليه يصبح لك المسؤول عليه حتى شون ترغل بلد فلو هي هذا قصده مني قول بلد فلو يعني مراهت الهارت ضخ كمية الدم كبيرة اكبر من كمية الدم الطبيعية يعني كأن يكون اي سبب يعني كأن يكون الهارتري مثلا من جراح او صواب او عند انيمية او او الى اخره اي سبب هو الهارت رح يبدئ ضخ كمية الدم اكبر فكمية الدم الاكبر لازم اكو لازم الانبوب ما الهارتري يستوعبها يزين شو رح يستوعبها الهارتري لازم يغير السايز مالته مين رح يغير السايز مالته ومن ما سوح ان تغير السايز مالته رح يكون توني كمية تمام بعدين شي يقول The artery main tab of artery طبعا من الناس اتنا شوية اختلف بالتقسيم والدكتور بس يعني شو نساوي المهم شي يقول لك اكو تلتة نواع المسكولر والأرتوري حي tell you لماذا قرأ الملول الارتوري league يمكن هي صنفها على اساس الملول ان من الستروكولر أي الاسترقس mane التقسيم والمسكولر على اساس الشتري لكن temne الارتوري هو تصنيف وحد ثالث Arterial هو تصنيف على اساس الحجم على اساس بس يعني ما يكون مشكلة أولا ما لدينا لدينا хоть معلوم 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 بس اور في عدى حيث معلوم حيا ما صحبت على الآوني الارت ouais او الاقتراف جميع علي пой أن الاقتراف حين لا ما من قutan الاقتراف باقتراف الاقتراف هل من هذاmie erstmal الاقتراف анов ايو الارتة هو شنوه؟ هو الميجر ارتري وين بالسيستميك سيركي ايش قلتك وحتى ايان ايش قلتك انه الارتة راح يضخ الدم عن طريق الايارتة فاذا شنو معنى هاي الحشاية؟ معناها انه الايارتة والبولميناري شبيهم يستلمون رسيف بلادمين فروم ده هارتة وش يسوون ويوصلوا باقي تهزاء الجسم لذا ايش يقول لك بقى انت فولي انت نيد تو بي الاستيك ليش؟ نفس الحشاية حكيناها احنا فوق ربطة وربطة احنا جعلنا قلنا الارتة اذا ضخت كمية دم اكبر ش يحتاج؟ الارتة اذا ضخت كمية دم اكبر ش يحتاج الارتة يغير قطرة يغير سازماتية لذا ايش بيلك؟ بيلك نيد تو بي الاستيك حتى شنو؟ حتى يستوعبون كمية او يستوعبون البلد باشيز اللي داي ساعدنا بوشيس البلد بوشيس اللي داي ساعدنا بوشيس كل هارتبيت يعني الفكرة شنو؟ انتبهوا لمرة ثانية حتى افهمكم ايها حتى بعد ما تقروا وراي انا شي عندي ؟ انا عندي هارت اوكي؟ انا مشكلة تكلش فاشة بالرسم ما داعك شون لا اله لا الله منصف الأولان ما انا لا احب برسم المهم هارتة خلنا نقولي الايارتة يعني انتبهوا انت غلسوا على الرسم باللناسبة اوكي؟ طعا الرسم كله غلاط بس ماكو مشكلة اجي شنو ؟ اجي الهارت سوى ضخ الدم عن طريق الايارتة اوكي؟ اها عمليات الضغط عمليتي الضخك كأنما أنت ضبط مشتروس تضرر وفقه يومي كل شي قوي هارت يوتر في الطحى ماهو قاعد يدفع الدم يدفع دفعة قوي قوى أطلع من عندي كذلك عن هذه عمليتي الضخي صارت عندك بها شنو بوشز صارت عندك بها برجر الايورتي ا تستقبل الدم اللي طالع من الهارت الايورتي التستقبل الدم اللي طالع من الهارت تحتاج تحتاج انه تكون بي الاستيك حتى شنو حتى تقدر تستحمل هاي الشيسمين هاي البشيز تقدر تستحمل هاذا الضغط اوكي فشو يقول لك يقول لك ان دايورتي عن بوميناري آرتري are the elastic artery ذات شنوه انتبو they receive blood directly from the heart and need to be elastic حتى شنو to accommodate the surge and contraction and as blood bushes through with each شيسمين each heart beat يعني شنوه يعني فكرة انه هما حتى يقدرون يتماشون ولي وضع الطبيعة اللي هم وعدهم تمام بعدين شي يقول لك وراحة يقول لك الايورتي راح يكون هي كلش most important artery وهذا قلنا عليه مهم يعني هاي السابة منطقية ليش؟ نحن قلنا هنا نتبو الذكر وذكر وياي الذكر وانا لكم تحوضون وياي مريكم يعني ترجعوا الى ملزانة بعض يقول لك انه main artery of system circuit راح يكون والايورتي تمتوا الفكرة ازين بعدين شي يقول لك وراحة يقول لك انه point lary artery هاي point lary artery بعدين نفتمشون ونصالفت لدينا قدام هذا كان محجج كده خلني ما Apollo انا اقلال الناسة ومع اغلس عليه point lary artery take the oxygenated blood from the right ventricles to the lungs they are the only artery that carry the oxygenated blood هااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشوفوا كل الارتري فالبلاد من التفحصة اش راح يشوف به راح يشوف انه الدمل به مو اكسج oxygenated blood عادة بوميلياري ارتري الوحيد الشادع من المجموعة الوحيد الشادع عن الخوتة الارعنمال الخوتة ليش لان هذا رح يشيل دي اكسجينياتي بلط تمام حتى تتذكروها هاي الحجة تمام فالبوميلياري ارتري تيك دي اكسجينياتي بلط from the right ventricle to the lungs they are the only artery that carry the oxygenated blood اوكي فخلي بغيك نيو اذا قل لك الامتحان من الارتري الوحيدة اللي شيل دي اكسجينياتي بلط رح تقوله بوميلياري ارتري اذا قل لك شنو انو عن البلط اللي موجود بالبوميلياري ارتري رح تقوله دي اكسجينياتي بلط بعدين شو قل لك اراها المسكولى ارتري المسكولى ارتري 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 move the blood from the elastic through the blood يعني شنو معناها معناها انو الارتري الارتري اللي قاعد تتلع من عندها رح تكون هي منو رح تكون هي المسكولى ارتري اكس جنو انو موجوده التلك المسكولى ارتري اللي القاعد تكون هي المسكولى و قاعد تكون هي المسكولى مثل عليه فمثال عليه و كفير ارتري اكس جنو عليها هاتر رح ناجي نحشش عن المسكولى ارتري لك عنها ما به ايشين شاء الله اضحى شاء الله مجيان اصغر ارتري بالجسم هو الارتريون انتبهوا الاشياء الله شوف بس انتبهوا الاشياء حتى تعفضون يعني لان شي اسمع اوك اوك تمام شوف هل ستعيش عندك عندك هذا ارتري الرئيسي اوك الارتري ش راح يسوي راح ينطي دم المين للآرتريون الارتريون ش راح يسوي راح ينطي دم للكابلالري ومن ينطيه عدن وظيفة الالتريون هي حلقة وصل نعم؟ فانا الش يقول لك يقول لك انه طبعا هي smallest artery وهكذا عليها ها كلش مهمة ها كلش مهمة المرة أخرى قد عليها وكهة موفة فلات فهاها البلاد فى أسيحة ترككم انه داخذ البلاد من من الارتري ومو يمطيه ومنه يمطيه للك فش يقول لك انه موفة بلات فروا موسكولر أرتي المنكتو الكابلر مستعم بعدنش يقول لك قل لك انه كابلاري يجع حسنة حتشعل الكابلاري اش قل لك قل لك انه كابلاري يكون نكت ذا ارتري تمام اللي ش يسوي اللي تاخذ البلد من الهارت الميت تربطها تربطها بالميت فاذا قل لك انه مثلا واحد اجا واحد من الشارع وقل لك بما انت صيدلان انا حتحدك تحدي قل لك انا اعرف معلوم انت بتعرف اش راح تقول لي راح يقول لك راح يقول لك والله الارتري مستحيل تطبط بفين راح يقول لك هان يعني الارتري وفين يرتبطن ايه يرتبطن عن طريق شنو عن طريق الكابلاري اللي حتكون حلقته ثم ما بين منو ما بين الارتري اللي ياخذ الدم من الهارت وما بين الهارت اللي رجع الدم وينت رجع الدم للهارت بعد ايش يقول لك وراه هذا number of capillary راح يعتمد على amount of material exchange شو معنى هالي حتشا ايه يعني انت الكابلاري موجودة عندك بالجسم خلينا نقول موجودة كل مكان عادة كم مكان موجود بها كابلاري بس الفكرة شنوه انو كمية الكابلاري حتتتناسب وظيفتها يعني شو معنى هالي حتشا ايه يعني اني مرات ما احتاج اسوي exchange فده بمنطقة معينة بالجسم بينما مرات اني احتاج الى exchange كلش عالي بمنطقة معينة بالجسم في المنطقة اللي اني احتاج بها ال exchange بشكل كلش عائشة تحتوي راح تحتوي على هواية كابلاري بينما اللي لم تحتاج exchange عالي راح تحتوي على قليل كابلاري اللي لم تحتاج exchange عالي يعني تحتاج خلنا نقول 5% راح تحتوي على الكابلاري قليلة ليش لانا احنا جعلنا قلنا وظيفة الكابلاري هي وظيفتها انو يصبها exchange قلنا facilitate the exchange اوكي مزيان في المنطقة عليها مثال قلناك مثل مثل سكلتا المسل طبعا سكلتا المسل والليبر والكيدني هذا اللي يحتاجها large number of kebabلاري ليش لانا انت مثلا افسال شي سكلتا المسل انت هاي حركة ايلك البسيطة هاي سكلتا المسل هاي حركة ايلك البسيطة تصرف ATB الاتب ايش يحتاج يحتاج الى نيوترنت و يحتاج الى اوكسجين من يوصل الى نيوترنت و اوكسجين مفروض يوصل على الكابلاري اوكي فيقول لك السكلتا المسل والليبر والكيدني شبيها الليبر و كيدني يحتاجون large number of kebabلاري because the body system need a lot of oxygen and neutrons بعدين ايش يقول لك انه الارية اللي ما تحتوي على الكابلاري هي الكورنية فانت ابقوا لي عليه هاي ممكن MCQ ممكن صح و خطأ الكورنية موجودة بالعين شبيها ما تحتوي على الكابلاري اوكي بعدين ايش يقول لك وراها سيجوار هانا نتشعل الفينز اوكي الفين ايش يقول لك بعد جملة كلش بدي هي انه الفين move box to the heart عن طريق شنو عن طريق الشي اسمي عن طريق الفين فالبلاد move box to the heart هاي جملة بدي هي بعدين ايش قايل لك قايل لك قايل لي the blood travel from the capillary into the venule which are the smallest veins حسة صارتني شو نصعد نوال امكان اساسي اصغر اصغر فين ش اسمي اسمي فينيو اصغر فين ش اسمي اسمي فينيو اصغر ارتري ش اسمي 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 ارتريو اصغر ارتري ش اسمي 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 ارتريو ازين خليش شوفكم الفينيوال ويني تذكرون حدي جسة عشر سامنة كل متى عيش ارتري وان troop قايلنا انو الارتريش ر Canadian الر عيش ر راسيطلع من عنده هاي احنا حنونن انجزئ اصغر اعدنو لما اكثر الر ي انراتريو الر عيش ر techniques اعطلع من عنده ارتريو اوكي بزين آرتريو رش راحستوي راح يوصل را حيوصل ارانغ المن لل ابول T시면 بالكبالياري هاي شنون صارت عندي شنو صارت عندي عملية تبادل اهنان بعدين دي اخوص من صارت عندي exchange البلدي هنا ما تتحول بعد صار deoxygenated اخذ الشغلات الزينة اخذ الشغلات المو زينة عفو من السل مثلا ال waste product وانطاه الأوكسجين فصار تينو دم مالتي صار دم غير موكسج فش راح يسوي راح يروح يمشي وين راح يروح يمشي انتبه راح يروح يمشي فيانيونس هاي هي الفانيونس الفانيونس راح يتودى راح يتودى امن راح يتودى للفان هاي الفانيين فهي هاي اساس الفكرة انو انو انت عندك اكثر من اكثر من جزء يعني انت يبدي ارتري يتحول الى ارتريول بعدين كابيرا يرجع فيانيولس بعدين يرجع فيانس تمام مزين وشنو الاختلاف ما بين الفانيول والفاني الحجم تمام زين وشي يقول لك يقول لك انو The blood travel from the capillary into the vein walls which are the smallest vein تمام؟ بعدين مرة شي يقول The blood move closer to the heart the vein get larger and larger يعني انو الفينس كل ما تكون قريبة من الهارد كل ما راح يكون حجمها اكبر يعني خليني نقول الفين اللي موجودة مثلا باصبع رجك زغير هي اصغر عفو من الفين اللي موجودة باصبع اليك تشبير يعني في كمثال يعني مشر انو تكون دقيقة معلومة بس كمثال حتى يبقى في بالكم تمام؟ يعني اكد انو مشر انو تكون دقيقة معلومة لكن كمثال حتى تبقى معلومة في بالكم انو الفين كل ما اقترب برجوع للهارد الفين شبهها راح تكون get larger and larger تمام؟ بعدين شي يقول لك وراها Like the artery veins have wall made up of layer called the tonica intima, tonica media, tonica external ناسي يحكيها ما في فوق لكن شن الفرق ناسي ناسي يحكيها ما في الارتري هم يتكون 3 طبقات لكن شنو الفرق؟ الفرق انو اكو اكو اختلافات ما بين الارتري وما بين ال veins شنو اختلافات؟ اقول لك انو دول شبه راح يكون less smooth muscle انكو نكو تفتشوه يعني كمية smooth muscle انكو نكو تفتشوه راح تكون اقل وبالتالي شو هتخليه سينر اقل؟ هتخلي سينر اكثر يعني هتخليه اضعف لا هتخليه ثيك او هتخليه ثيك بس بدرجه اقل من الارتري ليش؟ لانه يحتوي على less smooth muscle ويحتوي على less connective وبالتالي ش راح يكون مورتنر همين from the artery تمام؟ بلينش يقول لك انو البين have less pressure and can hold more blood than artery يعني الشي الدم اكثر من الارتري ويكون اقل less pressure ايه شوف ما هي الفكرة ليش تكون less pressure يعني ان هو مدى يكون عليه ضغط من الدم يعني هو مجرد ياخذ الدم ودرجة فيكون الضغط اقل اوكي اكو ضغط جزيئات موجود لكن الضغط اقل بينما الارتري لاحي يكون عليه ضغط الدم اللي هو المال بومبنك تمام؟ بلينش يقول لك at any time 70% of the body of the body total blood supply راح تلقى بالفين يعني شو يقول لك انو بأي وقت من لحد يجي تفحص راح شوف انو 30% من البلد موجود وين موجود بالارتري و70% موجود موجود بالفين موجود وين موجود بالفين بلين تقولي عليها ان كنت تجيكي امسوكيو كنت تجيكي سؤال اوكي بلين شاعدنا وراها عدنا وراها البال قبل ما ابدأ البالس شنو هي عبارة عن بوابات اوكي هي عبارة عن شنو هي عبارة عن بوابات شنو هي بوابات شنو هي بوابات انشو انتبه لي طبعا تركيبة شنو هو تشو small pieces of tissue اوكي اوكي الفين تحتوي على البال والهارتم يحتوي على البال زين شو يقولك يقولك انه البال بظيفته اساسية انه يخلي البلد شبيه يمشي بالright direction هاي فكرة اساسية من البال يعني هسين انت مثلا هسين انت من تمشي انت ما تصفون ليش الجاذبية الارضية ما قاعد تسحب البلد اوكي هسين خلنا نقوله احنا الفين يصعد من الجوج يصعد من الرجيل يصعد يصعد تحرك عكس الجاذبية اوكي عكس ما تصفون ما تصفون مثلا هاي غرافتي رب العبادة اللي خلقها واللي احنا قاعد نمشي عن طريقها على سطح الارض الحمدلله اوكي ليش ما قاعد تأثر على البلد لا هي ممكن تأثر على البلد بس من اللي قاعد يمنع رجوع البلد منه قاعد يمنع رجوع البلد اللي لا يمنع رجوع البلد هو منه هو الفالف ليش لان وظيفة لها الفالف شي سوي كيب البلد في فلاونك in the right direction اوكي انه تخلي لها البلد يصعد فوق يمشي بالطريقة الصحيح مزين ثم نشي بلك وراها the valve in the medium and large vein بحس اوكي لك the valve in the medium and large vein keeps the blood flowing toward the heart ثم توني شلون in the arm and the legs this valve make sure in the arm and leg هاي الفالف شي سوي تتأكد انه gravity مرح تسحب البلد وين in the wrong direction تتأكد شنو انه هي مرح تسحب in the wrong direction ثم نشي قل وراها there are four four valve in the heart اكو اربعة نوع من البلد في الهارد شاعدني عدني tricopsic valve mitral valve pulmonic aortic aortic pulmonic mitral tricopsic انتبهوا عليه شوية التراي وين موجود 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 ما بين right atrium and right ventricle الميترا وين موجود موجود ما بين left atrium and left ventricle يعني يافردون تتذكروها الميترا هو السناي السناي موجود علي اسراء دائما اصحاب الجنة او اصحاب الحسنات الاكثر وين بالجنة اصحاب اليمين تمام tricopsic هو ثلاثي يعني حسنات اكثر يعني عدد اكثر اللي هو موجود موجود باليمين اللي هي right atrium right ventricle الميترا والفالف هو الثناي اصحاب النار حسناتهم القائل وين موجودين موجودين بالشمال اللي هو left وين موجود موجود بال left atrium left ventricle عندك tricopsic والميترا والفالف بعد ايش يبقى لك يبقى لك اثنين اليمني هو اللي هو pulmonic valve pulmonic valve pulmonic valve pulmonic احنا جعلنا مو قلنا ديت يساعدة نسمع كمة pulmonary مثلين وشنو معناها related to the lung اوكي فمن انا اقول pulmonic valve معناها شنو معناها شي مرتبط بين بال lung او شي مرتبط بال pulmonar بصورة عامة لذاك ورح حشوف موقعه رح حشوف موقعه ما بين pulmonary artery ما بين ال right ventric العيورتك شنو معناها نفس الحالي مرتبط بالعيورتك لذاك حشوف موقعه رحشوف موقع ما بين الايورتك و ما بين left ventricle حسنا عقلول ياسر ليش right ventricle و left ventricle ليش مو بالعكد اقول لك هانا right ventricle هو المسؤول عن ضخ الدم وين لل lung بينما left ventricle هو المسؤول عن ضخ الدم الى ازاء الجسم واللي يربط ما بين ما بين ال heart و ازاء الجسم منه هو الايورتك واللي يربط ما بين ال ال heart وال lung منه هو هو pulmonary artery لذلك ايش رحشوف رحشوف المنك ما بين ما بين ال right ventricle و ما بين pulmonary ليش لان ال right ventricle هو اللي يضخ الدم عن طريق pulmonary artery حتى يوصل الوين حتى يوصل الوين حتى يوصل ال ال lung اوكي زين بينما left ventricle رح يزوي لا رح يضخ الدم عن طريق الايورتك الوين الى the part of the body تمام زين بعدين شي يقول لك mistakes and misconceptions اكو اخطاء يعني خلوح المصطلحات خطأة اوكي انتبه لاليحة ال artery شبي وجوالي carry deoxygenated blood and veins وجوالي carry deoxygenated blood شوفها الثاني اش قلت ايكم ان ال artery او الناس اللي فاهمته ان هو ال artery دائما شي يسوي اشي اوكسيجينated blood بينما ال veins وجوالي carry deoxygenated blood احنا جئنا قبل شوية اذكروها على الفرح مع الواديكم شنوو ان البون من ال artery هو الوحيد اللي رح يشيت شنو ال deoxygenated لذلك ممكن ال artery انت عندك قاعدة شادة اللي هي pulmonary اوكي فاشقال لك انو this is true most of the time يعني هو غالبية الاحيان هو صح لكن انت عندك pulmonary artery هي عكس القاعدة باعت انو pulmonary vein هو اللي رح يشيل اوكسيجينated بينما pulmonary artery هو اللي رح يشيل شنو هو اللي رح يروح يشيل deoxygenated blood اوكي وصلت الفكرة عليكم تحفظوها زين the blood is always right لا مو شاط شلوم انو مثلا هاتي توتباوة ع الفين رح يشوفها blue بس بنفس الوقت انو الفين هي مو blue يعني هو الدم هنا مو لونة blue شون ليش حدا نشوفها blue ها احنا نشوفها blue لان التشو مالتنا قاعد تمتص اللايت يعني سبتم مثلا منصال الضوء معين على التشو مالتك بحاجة تشوف الفين اوكي شو رح يسوي هاي التشو رح تمتص اللايت وترجع على عيوننا بحاجة تخلينا نشوف شنو نشوف شو اسمه blue بس هو بالحقيقة مو blue تمام نفس الحالة ال red ال اوكسجين هنا هو اللي دي خلي دي خلي البلدش ب more brightness بتاي دي يثهر عندي شنو دي يثهر عندي right اوكي وسط الفكرة تبهتوا لها اي احد اندي سؤال يدري راسلني تمام على قروب ال human biology الدكتور كيس اي شو اسمه كورس مزيم بعدين اشو بلك وراها your circulatory system is vital to your survival its functions to distribute distribute blood and other neutrons to all your body organ and tissue the small blood vessel called capillary facilitate the exchange of oxygen and the neutrons between your blood and the cell in your body شمعن هاد حجائي نفس الحجائي small blood vessel اللي هي مني اللي هي الكابلاري شاح الساوي رح تسمح بعملية التبادي ما بين منو ما بين الأوكسجين والنيوتر الأوكسجين عفو والنيوترات بين منو ومنو بين البلد والسل يعني نفس الحجائي حجينا قبل شوي انو عملية التبادي عملية التبادي عملية التبادي وش رح تشمل اكيد رح تطيح اوكسجين والنيوترات امن انو تطيحها للسلس وش رح تاخد رح تاخد الكاربون دايوكسايد وبعدين تاخد ويستو بروتكت تمام هاي واضحة هاي بدي هي صالت حين ان شاء الله هس انت وصلتوا نهاية مزمة تقريبا لكم هاي اصلا دار خيهة ما تجوان حتى اقراها المهم هاي تاوضحك يعني شكل بسيط العملية قاعدة تصير والي احنا اصلا هتشينا مثلا هنحنا هتشي مرة ثاني الاوكسجين يشبي رح يرجع وين اوكسجين دبلت البلد سوري الاوكسجين دبلت البلد يعني البلد اللي ما بي اوكسجين وين حييرجع حييرجع للهارت وين متحدد للهارت للرايت سايد انتبهولي وين يرجع يرجع للهارت الرايت سايد عن طريق شنو عن طريق الفين تمام زين اهنا الهارت اشي راح يسوي رح يضخل البلد وين للك عن طريق منو انتو تذكرواها اي صح افير الرايت فنتركل عشتيدكم زين الهارت يسوي ضخ الدموين للفنتركل باللنج شرح يصير به باللنج البلد رح يصفي فش يتخلص المير من الكاربون داوكسايد وش ياخد وياخد اوكسجين رح يرجع وين وعي اوكسجينيت لبلد عن طريق البلد الره يرجع عن طريق البلد فان نتبهو اللانج من صفة الهارت مثل لفنته وست dyed bisexual من طريق البلد cambios یاء اتبهو حولك هاي معلومة. فالاوكسجينياتي البلد راح يرجع للهارد عن طريق البولميناري وين يجزو من الهارد للليفت سايد. اوكي. مزين. بالليفت سايد راح يصنع عندي راح يصنع عندي بام لبلد وين بقيت عزاء الجسم عن طريق منه عن طريق الارتري. مزين. قلنا منو الارتري الرئيسي بالسيستميك سيركت. عفي. الارتري. مزين. eventually the blood enter the capillary. here it's release oxygen. اوكي. الارتري. راح يفرزي اوكسجين. ولي نوترينت. راح ياخد بداية كاربون دايوكسايد. ويستو بروديكت. و راح ترجع لعمليه مرة ثانية. اوكي. مزين. السيستميك في صورة عامة. اكو يعني استيميلايت اثر عليها محفزات خلنا نقول. وايضا انه هي ريجوليتة. في الضفلوة في بلد. اعطي قنفة مساحة لها. مثلا هسا. الهارد. الكدني. اوكي. الكدني مما يوصل لديم. راح يفرزي انه هرمون اسمه اريثروبويتين. هاد اريثروبويتين. راح يزايد عميتي راح يزايد عميتي راح يزايد كمية الدم اللي هو اصلا. اوكي. فهي هاي الفكرة. تمام. فشو لديك السيستم. انه تستجيب ستميلاي مختلفة. هاي السيستميلاي مختلفة. مثلا عليها منو بلد فوم. الهرمون الكترولات. تمام. مزين. حال المثال يعني اذا ما فهمتو. او سألين عادي. بس اتشاني. شو يقول لك وراها يقول لك وراها. يقول لك انه الهرمون ممكن تنتقل عن طريق البلد. يعني الجهة المقصودة او الجهة اللي مطلوب انه تروح لها. وتوقع لكم من المحاضرة الثالثة انه شو يقول. يقول لك انه الانواع الجلاند بصورة عامة هي الاكزوكراين والاندوكراين. الاندوكراين اللي هي تنقل الهرمون مالدها عن طريق البلد. حسنا نحسر عادي لكم. تقول لك انه البلد شي يسوي. موز هرمون. واكيد يعني نوتراتو اكسجين. وين? الى الاماكن او البادي بارت اللي يتحتاجها. هيجه اللي كله. scored ك Fort Dance okay. قاتب لك انو ليه اللي يحتاج بالبلاد من يتكون.عفوي من الرائد البلاد الصباح مين قéro ايه اللي هي اللي هي...ال제ه لبلازمة وال redeyبلاد الصوي. بلازمة والبلازمة redeyкими بلازمة. والorters والbright Culiac 뜰 المنتجوم회 joke.nineجوم회 joke. مناو tips 보고 dipping في البلاد الشيخ على ما اظلل technology major part fifty %Hand table is plasma. البلازمة شنو هي الجزء الليكود اللي موجود بالبلد المسؤول عن الجزء الليكود اللي موجود بالبلد هو البلازمة بحيث اشجاع اللي قالك البلازمة is what makes blood liquid هاي الجملة مهمة ترى بالمناسبة هاي الجملة مهمة البلازمة اشي سوي عن طريق ال circulatory system يعني بلقصة البلازمة هي موجودة بالبلد يعني موجودة بالدمهتك فهي تمشي بال circulatory system تمشي بال veins وهي الأمور كلها مزين الشي بلقصة كارير هرمون نوترين وانتبادي وانو البلازمة الشي سوي الهرمون نوترين وانتبادي وابعد الشي الشي والشي بلد سيلز ايه يبقى علي هو سمو عندك هالستة عندك هذا خننقول فزل هذا شنو؟ هذا هو البلازمة هذا هو الوسط المائي او الوسط اللي خننقول اللي موجود به هذا الوسط العدمي هذا الوسط هو اللي رح يحتوي على بلد فزول ايه سوريا هو اللي رح يحتوي على بلاز سيلفو هو اللي رح يحتوي على الهرمون هو اللي رح يحتوي على الانتي بادي فالفكرة اي شنوه؟ انو ما قالك معلومة جديدة ان هو انت تعرف انو البلازمة شنو المكونات البلازمة؟ Water Salt Sugar Fat Protein Water Salt Sugar Fat Protein بعد ما راح يقول لك Red Blood Cells Also Called Orthrocyte الorthrocyte راح يكون 45% of the blood This cells non-neucleus و هاي الحكاية المهمة لماذا؟ لان رب العباد خلالك انو هاي cells تكون non-neucleus حتى من توصل مثلا الكابلاري وتريد تفوت بها ال RBC تقدر تغير شي كاية وتفوت بالكابلاري اوكي؟ لذلك الشي يقول لك انو هاي لين ما عندها نيucleus راح تقدر شنو راح تقدر تغير change the shape تمام؟ As they move through the body artery and vein انت ما تصفن؟ ما تصفن؟ ما تقول معقولة هاي الكابلاري هاي كبر هاي؟ هاي قدوت هاي؟ شو راح تطبيها ال RBC راح تطبيها ال RBC راح تطبيها ليش؟ لان حجمة ممكن يتغير او شكلة ممكن يتغير شكلة مو حجمة شكلة 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 ممكن يتغير ليش شكلة ممكن يتغير؟ لان هو ما عنده نيucleus which means they can easily change shape as they move throughout through the body artery and vein بعدين شوب لك وراها راد بلس الراح تحتوي على protein هو هيموغلوبين هو هو مو بروتين هو ايرون زادن protein هو ايجلوبين زادن هيم لانهم هو حديد تمام؟ بس هو المهم كاتب الرؤتين فحنا نمشع ال حاج الدكتور هاد الهموغلوبني شو ماضيفة انه هو شي لأوكسيجين من من العجم المن المن to the rest of the body وشي يسوي يرجع الكربون دايوكسايد إمن to the lung في الفكرة الأساسية أنت ما سألت روحك أنه هسه البلد شون يشيل الأكسجين ركف الشي حامل إليه الحامل ما لأكسجين اسمه هيموكلابين هذا الحامل شي يسوي يوصل ياخذ الأكسجين من اللنك يشيله يوصله مين يوصله لل rest of the body وبنسوقي شي يسوي يستلمل CO2 من من rest of the body وين يرجحها يرجحها للنك بعد وراها شاعدنا وراها عدنا ال white blood cells طبعا ال white blood cells يسمى اللوكوسايد هتكون شفيتها واحد بالمئة of the blood they protect the body from the infection أقول خمسة عنواع من ال white blood cells ومطالبي مطلبة من عدكم أتوقع أو لا مكتوبة عدكم شون خمسة عنواع حاشيك واحدة وحدة قال لك أنه المصد white blood cells راح تكون هي النيتروفيل هي تكون مدة الحياة مالتها one day فأكثر نوع منتشرة والنيتروفيل ليش أكثر نوع منتشرة والنيتروفيل لأن بعد وضعفه هواية وحتى لوضعف دفاعية وأصلاً ضفتها دفاعية أساسية كلها بالجسم فالجسم يحتاجه تمام؟ Life mosaical matter راح تكون one day less than one day حتى مو one day نوع منتشرة والنيتروفيل هم نوع منتشرة والنيتروفيل يعني شنو معناها؟ أسكت لكم إياها النطب الانفكشن أولا الناس اللي راح يستجيبون للانفكشن أو أولا الناس اللي راح تستجيبون للبكتيرية راح تكون منه هتكون هي النطب الانفكشن فخلي في بالك أنه اللي يصنع الانتيبودي بالجسم لان تسمع أنت كلمة انتيبودي رأسينا نتذكر أنه اللي يصنع الانتيبودي هو البيلينفوسايت رأسينا نتذكر أنه عندك نوعين من الخلالي من اللينفوسايت هي البي والتي البي اللي يصنع والتي اللي ينظم تي نظم بي يصنع البي يصنع يصنع عن الانتيبودي والتي ينظم نظم other immune cells اوكي؟ بعد عدنا عدنا other major type هتكون بيزوفيل أو زينوفيل هو المانوسايت هذا النحفور طبعا البلاتلي البلاتلي شي قلك وراه شي قلك راح يقول لك أنه آذرا شي يسموها يسموها ااااااااااااااااااااااااااا يسموها cell fragment اوكي؟ اوكي زين ليش يسموها cell fragment بالحقيقة تموها cell fragment لان هي ما عدها نيوكلياس وما عدها نيوكليار دي انا هاي مع لواء لكم البلاتلي تليش يسموها أنتم ستخلها اقول انا اعرف مثلا البلاتل عدها وظيفة اذا انت مثلا مطلق عدها وظيفة وتساعد عميلك التخطر ايش ما يسموها سيلز اقول لك ما يسموها سيلز لان هي لا عدها نيوكليوس ولا عدها نيوكليار دي انا مزين اوكي مزين اذا كيش اسميها سيل فراغمين سيل فراغمين شضايا خلايا طبعا من يصنى حيصنى حيصنى ميقا كاريوسات هذان المعلومات لكم حتى تفهمون الموضوع احسن الموضوع شوي مهم فهيس البلاتلت انت البلاتلت يوجد واحد بالشارع يقول لك هي سيلز وقل لها لا عمو هو مو سيلز اول شاء الله هو اللي هيصنى حفيش اسمه ميقا كاريوسات خلايا اسمها ميقا كاريوسات هكيو لك تمام عمو هي سيل فراغمينت ليش مو سيل هي سيل فراغمينت شضايق خلايا هكيو لك ليش عمو قل لان هي لا تحتوي على نيوكلياس ولا تحتوي على نيوكليار دي انا بعدين شو قل لك او راحها The platelets are essential for blood clotting. اكيد هاي. هي وظيفة الاساسية انه هي تخسر الدم. They stick to injured blood vessels lying to provide the bases for a blood clot. مشي يقول لك؟ ده يقول لك انه هي تروح على المكان اللي صعب الانجري وهي يستيق عليها وصر يعني هي خانيقول الباسيس ما شنو ما يقلط. تمام؟ يعني خانيقول شفاششي اللي احنا حنبني عليها الخطرة اللي حتوقف للنزيف. بعدين this is stopped bleeding. تمام؟ and the bromide healings. يعني شنو healing يعني انه شايف انت نبات من اللي تصع عندك في الجرح في جلدك انه صار بوراه مثل الفوقه مثل يعني اذا اتذكر بالعربي شنو معناها بس يشبه قطعة اسكارة وهو شي شي. اوكي. ازن هو هذا healing يعني معناها صار عندك healing. يعني صبحته من قطعة بنسجية وهو شي شي يعني. هو معناه هذا هو healing. تمام؟ فالذكره الاساسي هسا شنو هو؟ من البلايتلت اول راديكم تحفظوا ليها. اول شنو شنو هو؟ شنو وظيفته؟ وظيفته بالblood clotting. الشوان بالblood clotting انه هو stick انجرد بلد vessel. اوكي. وشي سوي لي؟ ويسوي لي basis for clot. يعني الباسيز ما يقلوت او اللي انا حيبني عليها. او اللي انا حيسويها الباسيز ما لاتهم منه هو البلايتلت. هو البلايتلت. اوكي. فالبلايتلت شنو هو؟ هو cell fragment. تمام؟ مزين. بس انتبقوا على شغلة مهمة ذكرتها اسي. اوه. هاي مهمة لحجائي. هاي مهمة لحجائي. هاي مهمة لحجائي. تبقوا لعلي. ممكن الدكتور استغله ويجيبها. اوف خاصة المعاضرة. زين. وراها شي يقول لك وراها. يقول لك وراها انه. ماذا به يقول لك؟ اتسعني. اوكي. ماذا يقول لك. يا اوكي المنطقة لك. يعني يقول لك انه يحافظ على البرججر. بردجر من الهاتف و في البلد. هذا البرججر. يقوم لك. يقول لك. هذه البرججار اللي يتحافظ عليه. وضيفته اساسية. انه يخلي عملية جريان الدم. ورجوع الدم. ساري في شكل طبيعي. ماذا يقول لك وراها؟ عندك بوميولاري سيركوليشن، عندك سيستميك سيركوليشن، عندك كرونياري سيركوليشن تجيسة احنا نطين عليها مالومات عاملة سنرجع نشي مرة ثانية شو قل لك هنا؟ هنشوف اداكو زيادة بالحاجة انه بوميولاري سيركوليشن هاده بارت ماس ساكل شرح يسوي رح ياخذ اوكسجين ديبلتتت بلد يعني شنو يعني البلد اللي ما بيه اوكسجين وين يودي؟ ودي اوهي فوم ده هارد رح نشيلي اوكسجينياتي بلد مين؟ away from the heart ويندزة بقيت اوكسجياتي اوكسجياتي بلد الكورونياري سيركوليشن شنو هو؟ حال التاب من الصيركوليشن رح ينطي شو يسوي؟ Provide the heart with the oxygenated blood So it can function probably يعني شو معنى هاليحكاية انه الكورونياري سيركوليشن يخلي الهارد يطيئ لغش يسمي الهيسينشل نيوترين لغذية الاساسية الأكسجين حتى يقدر يسوي الوظيفة الاساسية اي سؤال اني حاضر ان شاء الله يكون مخصرت بالشرح. هالي المحاضرة السبعة واثمانية وتسعة يعفو ان شاء الله تنزيقكم العشرة والستة والسبعة بحيال من الله اليوم. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يوكم ياصر محمد كاظم باكاديمية دكتور كيسي تعليمية.